في عام 1947 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتقاذ الرابع والعشرين من أكتوبر لكل عام يوماً للاحتفال بذكرى إعلان ميساق الأمم المتحدة وبمناسبة هذا اليوم احتفل المكتب الأممي بالبلاد بهذه المناسبة ممثل الأمم المتحدة بالبلاد استيفان تول قال إن ذكرى هذا اليوم يعتبر سانحة لصرد الإنجازات التي تقوم بها الأمم المتحدة في جميع أنهاء العالم مضيفاً بأن الحكومة الشادية ومنظمة الأمم المتحدة تربطهما العديد من الاتفاقيات في تنفيذ الخطة التنموية التي رسمتها السلطات العليا بالبلاد مؤكداً بأن للمنظمة رؤية مستقبلية لمساندة الحكومة الشادية في شتى برامجها التنموية من ناهيته المدير العام للشيون السياسية والمنظمات الدولية من جنباي أوبيلينير ممثلاً لوزير الخارجية أشاد بالدعم اللام حدود الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة لمختلف دول العالم مؤكداً بأن للمنظمة دعم فعال في التاولة المستديرة التي نظمتها البلاد في العاصمة الفرنسية باريس وإن هذا يترجم أمق العلاقة القائمة بين الحكومة الشادية ومنظمة الأمم المتحدة لذا فإن مثل هذا اليوم الذي يعتبر ذكرى إعلان ميساق منظمة الأمم المتحدة يتوجب فيه الإشادة بالدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة لصالح العمل والاستقرار الدوليين